السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث رأينا وصلنا المرة الماضية إلى الجزء الثاني من الوحدة الخامسة من هذا المقرر والتي كانت بعنوان النظم القصورية والنظم المتسارعة حيث رأينا أنه لدينا جسم P يتحرك وسنراقب أو سندرس حركته من خلال نظامين نظام ثابت S ونظام متحرك S' يتحرك بالنسبة للنظام S طيب وشفنا ما يسمى بVA وVR VA هي سرعة الجسم P داخل النظام S VR هي R يعني relative نسبي VR هي سرعة الجسم P داخل النظام S' نفس الشيء AA هي Acceleration أو Absolute Acceleration هي سرعة تسارع الجسم P داخل النظام S وAR هو تسارع الجسم P داخل النظام S' طيب الحين سوف نرى مع بعض تراقب السرعات إيش يعني تراقب السرعات؟ عرفنا خلاص VA وVR إذن VA مثل ما قلنا هي سرعة الجسم P داخل النظام S' كيف نلاقيها؟ باشتقاق موضع الجسم P داخل النظام S بالنسبة للزمن إذن نقدر نعوض لو نتذكر يعني أو نقول أنه نظام S' نحدد موضعه بالنسبة للنظام S من خلال نقطة الأصل حقه أو داش إذن لو نحاول نبين هذا برسم إذن لدينا X وY وZ نقطة الأصل أو هذا النظام S' طيب لدينا نظام S' محاوره هي X' وY' وZ' طيب هذا النظام S' يدور بالنسبة للنظام S بسرعة زاوية أوميغا يعني نقطة الأصل هي أو داش إذن لو كان لدينا جسم P هنا نقدر نكتب أو P هو مجموعة حاصل جمع أو أو داش زائد أو داش P ومن هنا رح نحصل على ما يسمى بالتراكب السرعات طيب نواصل إذن VA اللي هو D أو P على DT في النظام S رح نعوذ أو P مثل ما قلنا رح نكتبها هنا عندنا أو P يساوي أو أو داش زائد أو داش P إذن مشتق هذا أو P هو مشتق أو أو داش بالنسبة للزمن داخل النظام S إذن هذا ال VA يساوي إذا اشتقينا موضع النظام S' بالنسبة ل S فهي سرعة النظام S' بالنسبة ل S مشتق الموضع رح يعطينا السرعة زائد قلنا قاعدة مهمة جدا لقينا سيغة مهمة جدا لقلنا رح نستعملها كثير وهنا رح نستعملها أيضا اللي هي إيش؟ قلنا إنه لدينا متجه لو تتذكروا خلينا نقول إنه لدينا متجه A يكتب داخل النظام S' مثلا X A X' I' زائد A Y' J' زائد A Z' K' هذا متجه يكتب داخل النظام S' واحنا رح نشتقه داخل النظام S' ركزوا معاه هو نظام يكتب داخل النظام S' ولكن اشتقاقه سيكون بالنسبة للنظام S' قلنا قاعدة تقول إيش؟ هو مشتق نفس المتجه بالنسبة للزمن ولكن داخل النظام S' زائد سرعة السرعة النظام S' بالنسبة لS' نفس المتجه A هات نطبق القاعدة احنا وصلنا إلى هذه المرحلة ولقينا متجه O'P O' هي نقطة الأصل بالنسبة للنظام S' إذن هذا المتجه ركزوا معاه يكتب داخل النظام S' ولكن سنشتقه داخل النظام S إذن سنطبق عليها بقاعدة ايش تقول القاعدة؟ مشتق نفس المتجه ولكن داخل النظام S' زائد ايش؟ زائد أوميجا ضرب نفس ذلك المتجه بكل بساطة وإيش نلاقي هنا؟ نلاقي أنه لدينا متجه O'P يشتق بالنسبة للزمن داخل النظام S' إذن هذا إيش؟ هو ما لقيناه المرة الماضية أو قبل شوي بالسرعة عبرنا عليه بالسرعة VR هي سرعة الجسم P داخل النظام S' إذن سميناها VR relative velocity السرعة النسبية وبالتالي رح نلاقي أخيرا VA يساوي رح نكتب هذا بس في المقام الأول رح يصير VR زائد VS' بالنسبة لS زائد أوميجا ضرب أو كروس O'P وهذا ما يسمى بتراكب السرعات لأنه صارت سرعة الجسم P داخل النظام S هذه هي سرعة P داخل S صارت إيش؟ تراكب سرعة نفس الجسم ولكن داخل النظام S' اللي هي VR زائد السرعة الانتقالية للنظام S' بالنسبة لS زائد جزء ناتج عن السرعة الدورانية أيضا هذه نقدر نكتبها أوميجا S' بالنسبة لS وهذا ما يسمى بتراكب السرعات بنفس الطريقة نقدر نشوف تراكب التسارعات بما هو A A يساوي تسارع P بالنسبة لS يساوي إيش؟ يساوي مشتق سرعة A بالنسبة للنظام S بالتأكيد بالنسبة للزمن يساوي رح نعوض V A اللي لقناها قبل شوي اللي هي هذه بين قوسين هي VR زائد VS' بالنسبة لS زائد أوميجا كروس O'P إذن يساوي DVR على DT في النظام S هذا زائد DVS' بالنسبة لS بالنسبة للزمن داخل النظام S هو هذا زائد مشتق الجزء الثالث بكل بساطة بالنسبة للزمن داخل النظام S يعني ما عملنا شيء إلا أنه اشتقينا الأول زائد الثاني زائد الثالث طيب لاحظوا معاي لاحظوا معاي رح نبتدي بالأسهل اللي هو هذا هذا هو إيش؟ السرعة الانتقالية للنظام S بالنسبة لS هذا متجه داخل النظام S نشتقه داخل S إذن بكل بساطة رح يعطينا التسارع تسارع الجسم تسارع خطي لعفوا النظام S بالنسبة لS زائد لاحظوا معاي هنا أنه في R تكلمنا كثير أنه متجه يكتب داخل S R يعني relative يعني النظام S ولكن اشتقاقه داخل S إذن سنطبق عليها القاعدة اللي قلناها مشتق متجه يكتب داخل S ولكن اشتقه داخل S يساوي إيش؟ يساوي مشتق نفس المتجه ولكن داخل S زائد أوميغا ضرب نفس المتجه ممتاز باقي أمامنا بس الجزء الأخير هناك قاعدة تقول أنه D أوميغا كروس أو داش بي على DT هي بكل بساطة ضرب دالتين مشتقهم إيش؟ مشتق الأولى ضرب الثانية بدون اشتقاق زائد الأولى ضرب مشتقة الثانية بكل بساطة لا ننسى أنه الاشتقاق داخل S طيب إذن A A تساوي هذا ما تغير فيه شيء ال V R هي سرعة الجسم داخل S داش إذا اشتقيتها داخل S داش رح تعطينا التسارع داخل S داش واللي هو relative acceleration A R زائد أوميغا V R ما تغيرت فضلت مثل ما هي نجي هنا نفس الشيء D أوميغا على DT S ضرب O داش P أيضا ما تغيرت اللي رح يتغير هو هنا ليش؟ لدي متجه O داش نقطة الأصل حق S داش إذن هذا متجه يكتب داخل S داش ولكن اشتقاقه داخل S رح نطبق عليه القاعدة خلي أوميغا كروس هذي برا وعندي مشتق O داش بالنسبة ل P بالنسبة لنظام S رح يكون مشتق O داش P بالنسبة ل S داش زائد أوميغا كروس O داش P القاعدة اللي طبقناها أكثر من مرة بس عملية تنظيم بسيطة هذا هو هذا هذا هو هذا هذا هو هذا إلى آخره هذا هو هذا وعندي هنا أوميغا كروس H مشتق الموضع داخل S داش رح نشتقه أيضا داخل S داش إذن هو السرعة داخل S داش رح نعوذ هذا بVR وعندنا هنا رح تفضلي أوميغا مضروبة في هذا بالتأكيد وأوميغا نفس الشي لأنه بين قوسين وجمع هنا وأوميغا في هذا وأخيرا رح نلاقي أنه A A يساوي A R بس تنظيم نكتبها في المقام الأول زائد A S داش بالنسبة ل S زائد أوميغا مضروبة في أوميغا في أو داش بي زائد D أوميغا على DT مضروبة في أو داش بي وفي المقام الأخير رح نلاقي أوميغا كروس VR تكررت مرتين إذن 2 أوميغا كروس VR هذا الجزء يسمى بالتسارع كوريوليس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته